بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الرابع عشر محكمة الثورة البعثية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على أحمد الكاتب وسيد محمد الشرازي ما هي الدوافع والأسباب والمبررات في طريق العودة من الحج عام 1974 سمعت بأن حكما غيابيا بالإعدام تصدر بحقي أنا والسيد محمد الشرازي المرجع المر وعرفت القصة فيما بعد وكانت تتلخص في أن أحد الشباب في التنظيم داخل العراق واسمه سيد حيدر يقوم بزيارة للأخوان المعتقلين في سجن الفضيلية ويجلب معه كما اعتاد دائما أن يفعل ذلك كل أسبوع تقريبا يجلب معه شيئا من الملابس والطعام والفواكه وأثناء تفتيش الحراس لشنطته أيضا كالمعتاد يعثرون على مجلة المجاهدون الداخلية مجلة داخل تنظيمنا كانت في العراق وفي عموم الحركة بخط ناعم وكذا أوراق قليلة جدا كان نسيها في جيب الشنطة وكانت المجلة أول دليل مادي على وجود تنظيم حزبي يعثر عليه رجال المخابرات العراقية بجماعتنا يعني غير حزب الدعوة رغم اعتقالهم عددا كبيرا من الأصدقاء والمحسوبين والمنتمين للحركة المرجعية فيما سبق سألهم سنتين تقريبا ساجنيهم حوالي 21 كامل تقريبا في سجل المفضلية فسألوه وسأل سيد حيدر عن مصدر تلك المجلة طبعا هو أفوجئ بها المطبوعة في الخارج بخط ناعم جدا فلم يجد تحت التعذيب غير الاعتراف على مسؤوله المباشر السيد ضياء ضياء محمد أمين الذي وجد الشرطة ينقضون عليها فجأة ويعتقلونه وأثناء التحقيق والتعذيب معه لم يجد بدا من الاعتراف بمسؤوله القديم الذي هو أنا واسمه عبد الرسول طبعا عند ذلك الأيام راح أعتقلوا كل واحد اسمه عبد الرسول في كربلا وجابو حوالي عشرة عشرة شباب اسمهم عبد الرسول اعتقلوهم وعذبوهم وضربوهم تعالوا اعترفوا أن أنتو هذا عبد الرسول فهو جابوه شوفوهم إياهم إياه عبد الرسول وقال أولا واحد من أدو بعده ما صدتوا أنتو هو اعترف على فد واحد بالخارج يعني أنا كنت بالخارج ليقطع خيط الاعترافات ويحافظ على بقية أعضاء التنظيم ما يجي اعترف على مسؤولين آخرين وأنا ما ألومه طبعا ولو بعض اللي اعتقلوا على اسمي يلوموني حتى اليوم اللي بذنبه أنا ما اعترفته تجاههم وعندما سئل السيد ضياء عن قائد التنظيم أجابهم بأنه سيد محمد الشرازي وهكذا حكمت محكمة الثورة على السيد حيدر بعشر سنوات سجن وحكمت على السيد ضياء بالمؤبد وعلي وعلى السيد الشرازي بالأعدام غيابيا طبعا هم طلعوا بعد كم سنة طلعوا بالعفو اللي صار سنة 79 أعتقد أفرج عنهم وكان حكم الاعدام هذا مترادفا مع أحكام أخرى بالاعدام صدرت بحق قادة حزب الدعوة كالشيخ عرف البصري ورفاقه على أثر فتوى أصدرها مع الأسف الشديد يعني برغم كل التبريرات أنا يعني ما ما أصدق هالتبريرات أو ما أعترف بيها لأنه لحماية الحوزة كيف تصدر فتوى بتحريم مثلا على إساس تحريم الانتماء للأحزاب مثلا أصدرها السيد محمد الباكر الصدر في ذلك الوقت يحرم فيها على طلبة العلوم الدينية الانتماء للأحزاب الإسلامية طبعا سألة سيد حسين الصدر وأجابها لذلك في ذلك الأيام وكانت علاقاته مع النظام يعني علاقة فيه نوع من الاتفاق الجنتلمان أنه خلي يشتغل وليقرب صوبهم ولذلك كان وكان فيه اعتقالات واسعة لحزب الدعوة تلك السنة 74 وتجي الفتوى مثلا في ذاك الوقت ووقت غير مناسب جدا وقد استغلها القاضي أو هذا البندر أو واحد ما أدر منه أتقد هو كان في إصدار الأحكام على قادة حزب الدعوة وأحنا معهم أيضا هذه القصة الحكم بالعدام الغيابي وفي الكويت بدأت أتساءل لماذا خرجنا من العراق بعد سنة سنتين ولماذا كنا نعارض النظام وما هو برنامجنا السياسي وأخذت أطرح هذه الأسئلة على الأخ والأصدقاء اللي كانوا متواجدين منك أو كانوا يجون من العراق أو يجون من مناطق أخرى أنه إحنا شنو يعني لماذا أنه عارض النظام ونظامي عارضنا فكان البعض يجيبني بأن النظام كان يحارب الشعائر الحسينية يعني فالقضية كبرى هذه والآخر يقول أنه نظام ضد الدين وفعلا كان هو ضد الدين ذي كل أيام بالشكل سافر يعني بالسبعينات وثالث يقول أنه صدام ظالم طيب شنو ظلم عليه شنو رؤيتنا للبديل ما حد ما يعرف ولكني لم أجد إجابة تعبر عن وعي سياسي ناضج وحتى أنا لم أكن أعرف بدقة ما هو برنامجنا السياسي رغم أني كنت تقريبا في قيادة الحركة فقد كنا حركة ثقافية دينية تعرضت لضربة مبكرة ومفاجئة ودخلت هي في معركة لم تسعى إليها ولم تخطط لها ولم تفكر طبعا بقلب النظام أو الثورة عليه كنا مجموعة بسيطة إلا في المدى البعيد البعيد يعني هذا الشيء أصلا ما كان في منظورنا إقامة الحكم الإسلامي وهذا ما دفعني إلى قراءة أدبيات حزب البعث والمؤتمرات من حزب البعث كلها قرأتهم وكتبهم وأدبياتهم وأدبيات المعارضة العراقية حتى شوي أطور من فكري السياسي لألتقط أهم القضايا المطروحة في برامج الأحزاب المختلفة مطروحة بالساحة العراقية التي كانت تعمل يوم ذاك في العراق مثل موضوع الديمقراطية العدالة الاجتماعية العراق كان يقول الاشتراكية مثلا الوحدة العربية أو الإسلامية العلاقة مع الأكراد قضية فلسطين موضوع النفط مثلا والقوانين الدولية وما لذلك وما يتعلق بالسياسة وحاولت أن أصوغى نظرية إسلامية خاصة بحركتنا المرجعية تختلف عن برنامج حزب البعث الحاكم يعني هو حتى سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه ما كان يمطور المسائل بالتفصيل ديك الأيام حاولت أن أحدد النقاط التي نتفق أو نختلف فيها مع النظام مع النظام البعث والتي تستحك قيام المعارضة على أساسها وكذلك أيضا لازم ندرس الوسائل والأساليب التي يجب اعتمادها للوصول إلى التغيير وبالطبع كان لابد أن أدرس أيضا الخيار العسكري وحرب التحرير الشعبية التي كانت متبعة في أمريكا اللاتينية في ديك الأيام أيضا كانت رائجة وشروطها وإمكانية نجاحها في العراب فرحت درست مجموعة من نظريات الحرب التحرير الشعبية وتجارب هذه الشعوب الحركات عنه كيف يمكن نغير مجرد دراسة يعني كنت أحاول أدرس الفكر السياسي ونطور نفسنا ونطور حركتنا وفي هذه الأثناء بدأ السيد موسى الصدر في عام 1974 اللي هو رئيس المجلس الإسلامي الشيع الأعلى في لبنان يتحرك من أجل تحقيق مطالب حركة المحرومين يعني مطالب المحرومين سواهم حركة حركة أمل فيعقد الاجتماعات الجماهيرية الحاشدة في بعلبك وصور ويهدد بعقدها في بيروت وقد كانت صور الجماهير الشيعية المسلحة في لبنان مثل 100 ألف واحد مسلح هذه صورة كانت رهيبة جدا تستهوينا كثيرا ونقارن بين الشيعة في العراق الذين يشكلون أكثرية ولا يتمد تعاون بأي حقوق سياسية طبعا كل الشعب ما عنده حقوق سياسية ما فقط الشيعة وبين الشيعة هذا أنا أحدثكم ما كنت أفكر فيه تلك الأيام وبين الشيعة في لبنان الذين لا يشكلون عشر الشيعة في العراق ولا يشكلون الأغلبية في لبنان ومع ذلك فإنهم كانوا متقدمين علينا في المسيرة الثورية والسياسية وفي الوعي السياسي وفي القيادة الشجاعة الحكيمة بينما عندنا مراجع بس يتمون به الحلال والحرام والطهارة والنجاسة وأخذ الخمس ما يفكرون في القضايا السياسية بينما كان مراجعنا بعيدين تماما عن السياسة وعن التحرك الجماهيري فضلا عن العمل الثوري أو العمل المسلح ولم يعد حتى السيد محمد الشرازي يعجبنا كثيرا لأساس قائل الحركة وقائل التنظيم شفنا ذلك الأيام في الكويت أذى تيوانية قاعد بها وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة يحكي أشياء أحلام وأطياف وقضايا يعني ما كنا يعني نتفاعل معا كثيرا وحيث كنا نشعر أنه بعيد عن الاهتمام بقضية العراق والقضايا السياسية عمومة لأنه منغمس في المجتمع الكويتي وفي ظروف الكويت وشؤون المرجعية في هذا الوقت كان أصدقاؤنا رجال الدين المناظرون في إيران هذا تنظيم كان تنظيم إيراني وتعرفنا عليهم في كربلا في العراق أصحاب الإمام الخميني هم المقربين من عنده يقيمون علاقات وثيقة مع حركة فتح التي كانت تدعم المعارضة الإيرانية ضد نظام الشاه في السبعينات ووجدنا في حركتنا نحن قررنا يعني أن علاقتهم مع فتح ستشكل أفضل غطاء لنا لإقامة علاقات مع فتح تحت غطاء الثوار الإيرانيين إذا نحن نقول ما نحن عراقيين ما راح يتعامل معنا أو راح يسلمون للعراق كما سلموا كثير من الناس اللي يجوا وتعاونوا إياهم وكذا بعدين أعطوهم مخابرات قتلهم في بيروت وهكذا قبل أن نتوصل إلى قرار حاسم بتبني العمل العسكري في العراق بالحقيقة كنا في مرحلة دراسة وبالحقيقة أنا مرد نفسي أنا كنت أدرس الموضوع أقرأ الكتب وأبحث الأمور حتى نشوف يعني هل أكو إمكانية العمل العسكري أو لا قبل أن نتوصل إلى قرار حاسم بتبني العمل العسكري في العراق أو في غير العراق من أماكن الأخرى قررنا حركة قررت يعني أن نذهب في مجموعات للتدريب في مخيمات فتح في سوريا ولبنان في ظل الإيرانيين ظل المعارضة الإيرانية والتنسيق معها لتهريب الأسلحة للعراق بدعوة التهريب إلى إيران وكان حلقة الوصل بيننا هو الشيخ سميعي الرجل الهزيل في النظارة السميكة الذي التقيناه سابقا في العراق وصار يزورنا بالكويت ويأتي معنا ولم يكن هو سوى الشيخ محمد منتظري في الحقيقة هذا بعدين اكتشفنا شخصية منه هذا كان نشر جدا ودعما في حركة وقد كان على علاقة جيدة حتى مع النظام العراقي تعرفون حتى المنظومين كاعدم إذاعة في العراق ضد نظام الشه قبل 75 طبعا وقفوها ب75 مما سمح لنا أن نفتح أبره نافذة إلى العراق في نقل الكتب والمعلومات هو كان يروح يجي عادي فأيضا كان كنا ننسك معاه في هذا المجال وعندما بدأنا نتوجه نحو الإعداد العسكري إعداد البنية التحتية يعني فكرت أو فكرنا بموقف حزب الدعوة الذي كان لها يزال حتى ذلك التاريخ يلتزم باستراتيجية المرحلة الثقافية ضمن المراحل اللي هو خططها بأول يوم مرحلة ثقافية لتغيير الناس ثم وبعدين مرحلة سياسية ثم مرحلة استلام السلطة ولم يقرر بعده الانتقال إلى المرحلة السياسية هذا كان موقف حزب الدعوة الموقف القيادة اللي كنا نعرفهم في الكويت فقلنا بأننا لا نستطيع أن نفجر ثورة مسلحة في العراق من دون مشاركة الحزب الأكبر في العمل ولذلك وجدنا أن من الضروري مفاتحة قيادات الحزب ولكن من دون إشعارهم بخطتنا أو بما نحن محققي يعني فقمت بعكس صداقة مع أحد قياداتهم في الكويت وهو صديق أبو مجاهد أصام طالب موجود لأن في كربلا وأخذت أنتكد السيد الشرازي والحركة المرجعية أمامه التي يعرف هو انتمائي إليها لأننا مع بعض من مدينة كربلا وقدمت له طلبا للانتساب إلى حزب الدعوة قلت له أنا أصير عضو في حزب الدعوة دول الجماعة نامين الشرازي بعيد عن السياسة بعيد عن كذا ولكن بشرط الالتزام بخطة عمل للكفاحة المسلح فطلب مني كتابة فكرتي بالتفصيل قال اكتب لها حتى نعرضها للقيادة وذهب وناقش الفكرة مع قيادة الحزب المتواجدة في الكويت تلك الأيام بالحقيقة اللي كنا أعرفه هو الشيخ محمد مهدي القاسفي كان اللي أصبح الناطق الرسمي باسم الحزب بعد ذلك هو كان تقريبا قاعد الحزب وعاد اللي يقول لي ربما كان في ذاك الوقت أيضا الأخ السبيتي كان في داخل عراق وما عرف شنو علاقة الشيخ مهدي محمد مهدي العاصفي بالسبيتي وعاد اللي يقول لي بأن هذه الفكرة مرفوضة رفضا تامن كنت له طيب خلص إذن أنا شنو فرق أجي من منظمة يعني حركة المرجعية وأجي وياكم وأنتو نفس الشي ما عدكم برنامج سياسي ولا برنامج عسكري أو شي ثوري فما راح أستفيد شي من عدكم وانتهت العلاقة مع الأسف الشديد وبالرغم من أن حزب الدعوة كان متواجدا بقوة أكثر وأسبق منها في الكويت كان شيخ علي الكوراني قبل ذلك قبل ما يجي سيد محمد الشرازي إلا أنه لم يكن يقوم بأي تحرك إعلامي هناك ما عند أي سار يعني حزب سري تماما وعندما وعدم خمسة من قادته اللي هو الشيخ عرفي بصري وسيد أزدين القبنشي وسيد أمال الدين الطباطبائي وسيد حسين جلوخان وسيد نوري طعمة ذلك خمسة من قادته في العراق اللي مع المحكمة اللي عقدت في أواخر 74 في 21 ذي القعدة عام 1394 هجرية 1974 ميلادية عندما أعدم قادته لم يقم بأي نشاط نذكر نشاط إعلامي بينما قمنا في الحركة بطباعة منصق كبير يحمل صور الشهداء الخمسة وذهبنا مجموعات في فجر أحد الأيام وإلصاق هذا المنصق على أعمالة الجدران وأبواب الجمعيات الاقتصادية والمساجد والحسينيات والنوادي والفنادق والأسواق وخاصة الأسواق اللي قلب الكويت فجر أحد الأيام أثناء انسحاب الحرس من الأسواق فكان صرخة في وجه الصمت العربي عما يحدث في العراق من مجازر وما كانوا نعتبر أن ذول يعني في فرق بيننا وبينهم شهداء مظلومين يجب أن ندافع عنهم وإذا كانوا الناس مقربين من أجهم أو في حزبهم ما مقررين فإحنا بإمكاننا نقوم بحركة إعلامية من أجل يعني رفع صوت المظلومين صوت الشعب العراقي للعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته